بهالفيديو سأعلمكم شون توصى كل مميزات الانستجرام أول بأول بداية أصلا لازم تفهم شون الانستجرام توفر المميزات للمستخدمين شركة الانستجرام توفر المستخدمين للمميزات على ثبث مراحل البعض، الأغلب، الكل المرحلة الأولى وإيه هي مرحلة البعض أو مرحلة الاختبار بهالمرحلة الانستجرام يطلع الميزة فقط لبعض المستخدمين بغرض التجربة ثاني مرحلة مرحلة الأغلب الانستقرام بالبداية لما يطلق الميزة للبعض ويشوف ان فيها تفاعل زين يعني الناس متفاعلين يستخدمون الميزة يطلقها للاغلب اما المرحلة الثالثة والاخيرة مرحلة الكل لما الانستقر المرحلة الثالثة والاخيرة مرحلة الكل الانستقرام لما يشوف ان البعض والاغلب اعتبتهم الميزة وشغالين عليها كل شي تمام الحين يطلقها لكل الناس ولما الانستقرام يطلق ميزة لكل المستخدمين لازم يتوفر عندك شيئين عشان توصلك الميزة الشي الأول تلفونك يكون محدث على آخر إصدار وشي ثاني طبعاً للإنستجرام يكون محدث عندك على آخر إصدار وفي هالطريقة المميزات رح توصل بحسابك أما بعض المميزات اللي تشوفها بحسابات ثانية ومو بحسابك السبب ممكن يكون من حسابك نفسه يعني مثلاً ميزة النوتس ميزة النوتس مو متوفرة بحسابات البزنس بس حسابات الكترياتر هي اللي فيها ميزة النوتس فأتأكد من كل ميزة ومن نوع حسابك وموضوع أنك لازم تكون فاتح حساب إنستجرام واحد بس بتلفونك بتطبيق الإنستجرام عشان توصلك المميزات أبداً غير صحيح ولو عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك وتدزل أي شخص عشان يستفيد وأنا بعد استفيد وبس والله فامان الله